لقد كان لنا لقاء اللي نعتبره تاريخي مع السيد رئيس الجمهورية وين دار تقليد جديد لخطاب الأمة عن طريق البرلمان وين بداه بثناء على البرلمان اللي اعتبره نازيه وكان أول لبناء من لبناء الإصلاح السياسي والإصلاح الجزائي الجديدة وحنا نقول ونثمنه كثير هذا الخطاب اللي جا فيه تقليد جديد لاتصالات مؤسساتي دستوري وين يوضع ثقة ما بين الشعب ومؤسساته وين كذلك كان فيه سرد لمقام بها السيد رئيس الجمهورية خلال ربع سنوات وين عرضه في خمس محاور وين وضع حد لأي تأويلات وإنحرافات ولي نعتبره هذا الخطاب نعتبره خطة طريق للمستقبل لكن هناك لازم وين نقول كان حدث تاريخي وين كان رئيس جمهورية تارف بلي كان هناك اختلالات وين كان مساحة الاراضي المحروفة وين كان الناس تقول ثملايين وين قال بصريح العبارة ما تكذبوش على الشعب راهي مليون وثمانمائة ألف وين كان عدد أعطى صريح وين أعطانا وصارح الشعبي احتياطي الصرف لبلغ سبعين مليار دولار هنا نقول سيد رئيس جمهورية ووفق إلى حد كبير في خطابه وين قال بدينا حطينا خارطة الجزائل الجديدة لما أصبحت فعل حطيناها في القطار تاحة حطي نفسك والآن معلنا إلا ننجنو ثمار هذه وين كان بعض الزملائي في النواب بعد دعوه إلى عهد ثانية وين قال ستكون كلمة للشعب وإن شاء الله رب يعطينا الصحة وإحنا نقول إن شاء الله نكمل الإصلاحات هذه وجزائي الجديدة وكذلك وين نشوف وين احترع الرجحتة للجالية وين السهلات التي قام بها لصالح الجالية وإحنا كنواب برلمان وكالنائب عن حيث جوية التحليم الوطني بيولاية مع أسكر مع برنامج رئيس الجمهورية وإن شاء الله نكون معاه لاستكمال لهذه البرنامج لكن إحنا كنواب برلمان نثمنه كذلك وين قال لازم تنقلوا الانشغالات الحقيقية المواطن وإحنا هذا هو الزاد أعطانا قوة بعد ما شكر برلمان بعد ما حثنا بحنا نوصل الدور تاعنا لنقل الانشغالات إلى المسؤولين المحلين والوطنيين